دكتور كين سؤال آخر من شخص يونس يقول كمهندس في الهندس نعم دكتور نعم كنت عن زيدك و كنت عن قلتك النصيحة و لا تنساش أن أي طالب في الجامعة لا تنساش إذا تشدت باب الأولى لا توقف لا توقف نعم لا توقف نعم فعلا فعلا وخير دليل الحالة ديالكم في ستاج مع النساء لتقريباً أزيد من عشر مرات أنتم ما كتدفعوا و ما كيرفضوا ولكن تقريباً في هذه المرة 11 أو 12 تم القبول لكم بالمتابرة والإسرار صحيح فعلا إذا دكتور هناك تساؤل من سيونس يقول أنا كمهندس في الهندسة الميكانيكية وماذا بإمكانه يلقى موضوع بحث في الدكتورة بالجامعة المغربية بدون المرور من تكوين في الهندسة في أمريكا وش دروري أنه يعني هل ديبلومات المغربية معترف بها في أمريكا؟ إذا عنده ديبلوم في الهندسة المغرب وبغي يكمل قرية دياله في الدكتورة في أمريكا وش محتاج أنه يحتاج يأخذ الديبلوم ديال الهندسة في أمريكا؟ ولا فقط ديبلوم المغربي بكله يمشي ديركت؟ لا ديبلوم المغربي ديالنا معتابر عالي معتابر من الأحسن ديبلومات في العالم هذه باش تعرفوها النقطة مهمة هذي النقطة مهمة بأن الديبلوم ديال مهم بزاف كي تعتبر في العالم كامل الحق كان يبعد النوقات مثلا مثلا إدوجتي عامين أو لتلسنين ما كملتش الديبلوم وبغيتي جي تكمل ديبلوم ديالك في أمريكا هذيك على حساب الجامعات كان الجامعة مثلا يخدمو بالسيستيم ديال النوقت ديال كريديت مثلا عتدار تقول لك مثلا عن قبل لك عشرين كريدي الحق السيك تعود جوج أو لتلسنين ديال كريدي مثلا ما يوقع لك المثال لنا ديال المثال من اللي جيت أنا والأخ ديالي من أمريكا ومشينا الجامعة ووريتهم نعم الورقة ديال باكالوريا مزيانة كل شي مقفول ومشيت عملت واحد المتيحة الإنجليزية وأنا ما كنعرف وفهمت الإنجليزية كنعرف جوج كلمة لتلسنين فهمت؟ لأن في ديال وقت هذك من الجامعة قد تتعود الكورت ديال التريغونومتخي الكورت ديال الماتيماتي الكورت ديال الفيزيي وأنا جات لي فكرة ديالي جاتني قلت خدمت يعني خدمت في باكالوريا الخدمة كاملة وأنا نعودها بالإنجليزية هذي في الساعة اللي كنت مليقة له هذي من بعد حتى كملت كانت أحسن حاجة اللي عملت لأن هذا الترود هذا التدريب كان مهم بزاف لأن تعلمت ليمو التكنيك الكلمات التقنية بالإنجليزية تعلمت الألفاظ بالإنجليزية كانت مهمة بزاف يعني هذا المثال ديالي يعني الواحد بالديبلوم من المغرب عايزين أمريكا ولا بلاسة أخرى يكمل هذي ديبلوم مقبول ولكن يمكن خصيك تعود شيء أقسم وما تشوفهش بأنه شيء حاجة نيغاتيف سلبية هذي تجربة ديالي تجربة مهمة تجربة يعني عاد تدربك من المستقبل عاد تدربك من العمل ديالك فعلا شكرا دكتور شكرا جزيلا على الإجابات الرائعة ونتمنى أن الحضور الكريم تمت الإجابة على جميع التساؤلات ترجمة نانسي قنقر